ورجعنا تاني وعايزاكوا تتواصلوا معنا بأي حاجة انتو عايزينها قصص أسئلة على كزا طريقة للتواصل اللي بيحب الفيسبوك يبعت على الصفحة الرسمية لنيهاد أبو الأمصان اللي بيحب الإيميل وعايز يبعت لنا يعني تفاصيل أو attachments أو حاجات زي كده يبعت لنا على info.gila.org وممكن كمان تبعتولي على هاشتاج أسكنيهاد أي أسئلة انتو عايزينها من الأسئلة المهمة اللي جات لنا المرة دي سؤال بيقول السلام عليكم يا أستاذا نيهاد كنت عايزة أعرف أحقية المطلقة الموظفة في معاش أبوها وكيف تحسب نفقتها أم لبنته واحد طيب دول تلات أسئلة مع بعض حضرتك مطلقة وبتشتغلي طيب حضرتك بتشتغلي وبالتالي انت ما عندكش أحقية في معاش الوالد إلا لو في فرق يعني لو مرتبك أقل والمعاش بتاعه أكبر لو في فرق ممكن إنما بما إن حضرتك بتشتغلي ما عندكش ده طيب انت بتقولي إزاي تحسبي نفقت بنت واحدة نفقت البنت دي ممكن تبدأ من 25% ل 35% من دخل الأب بس بشارط إن حضرتك تثبتي الدخل ده يعني بتعمل دعوة نفقة في المحكمة عادية خالص نفقت صغير ولو البنت عندها مثلا قد إيه بتدخل المدرسة ممكن بنحط مصاريف دراسية ما بتدخلش المدرسة يعني على حسب احتياجاتها كل ده بيشمل الدعوة نفقة نفسها طيب بتعملي إيه بقى؟ بتطلبي من القادي أو المحامي بتاع حضرتك بيطلب من القادي تحري عن دخل الزوج لو بيشتغل في مكان معلوم دي بتبقى سهلة خالص لأنه الجهة اللي بيروح لها التحري ده ده أمر من القادي لازم تطلع دخله وهنا بنطلب السابت والمتغير لأنه أحيانا نطلب السابت بس فيطلع صغير قوي بنطلب السابت والمتغير عشان يجي لنا إجمال الدخل الصعوبة بتبقى لو بيبقى أعمال حرة على فكرة لكن لو ليه شغل معلومة بيبقاش فيه صعوبة في بعض قضاء بيضي ربع الدخل في بعض قضاء بيضي 35% يعني بيبقى لتأدير القادي إجمالي النفقة الشاطرة هنا أن حضرتك تثبتي هو بيكسب قدية لأن اللي أنت هتثبتيه هو اللي هيطلع لك حكم النفقة منه طيب السؤال التاني بيقول إيه إحنا اشترينا شقة